جنوب السودان برضه الطيران بتاعتنا بدأت تطلع من أمبارح وتودي مساعدات مساعدات طبية ومساعدات غذائية بسبب الفايدانات تجي للسودان بقى الشعب الشقيق وزيبت الصحة كمان نهرده في السودان نهرده في الزيارة تجي بقى للشعب الشقيق اللي هو السودان لأنه هو ده جرنا هو ده شقيقنا هو ده مصرنا واخد بالك فطبعا ده دي مش مساعدات دي حاجة رايحة بلدها دي حاجة رايحة مكانها علاقتنا مع السودان مهما حصل فيها توطرات قبل كده ولكن برضو السودان هي السودان ومصر هي السودان بلد واحدة احنا وقفين الحمد لله مع عشقائنا في السودان وقفة جمد قوي الجيش المصري بدأ يتحرك من مبارح بالأسطول طائرات كبير قوي وتحركات كبيرة وزيرة الصحة النهاردة موجودة في السودان عشان تشوف الحاجات العجلة اللي هم محتاجينها حاجات الطبية كمان لازم نقول للناس ان المساعدات طبية وغذائية مش بس حاجات طبية كمان وكمان فيه بيجاهزوا انه فيه قطقم تروح تساعد في الأزمات بتاعة الفيضانات خبرة ان يروح يساعدوا في الكلام ده بدأوا بالفعل ومرافقين لوزيرة الصحة فلا فيه دور كبير قوي بتعامل فيه بس ده موقف السيدة العملينا التاريخ بيقول كده يا شام يعني اواخد بالا ان مصر طول عمرها وقفة كده مع الدول العربية بتسندهم طول عمرها حتى لو حالتنا الاقتصادية زمن ما كانتش بتبقى كويسة برضو كنا بنساعد تفاكر زمان كنا بنسرف على المدارسين بتوعنا اللي كنا بنودي حق أدوات المدارس لدول العربية فطول عمرنا كده لان هي ده قدر مصر ده لكن بالنسبة للسودان ده مش مساعدات ده واجب علينا وده فرض علينا لان ده جرنا ده الباب جنب الباب ازم الكورونا يعني وديت مساعدات حتى الايطاليا والامريكا والصين طبعا والناس استعجبت والناس ردت علينا هو ده دور مصر العالمي لان انت محور ودروقتي كمان تفاكر احنا كنا بنكلم في الحلقات بتاعتنا هيبت مصر رجعت اللي كانت في فترة من الفترات مفقودة موقعها التاريخي رجع علاقتك مع كل العالم كله بقت كويسة قوي ما هو ده برضو على فكرة انت لما معونات دي بتكلف بس انت بتاخد اضعاف قيمتها سواء سياسيا سواء اقتصاديا بعد كده سواء كده لا انت بتجني سمار العلاقات دي الكويسة طيب ازاي ممكن تكون شكل العلاقات بتختلف بعد هذه العلاقات الدفئة طبعا ما بين الشعوب وما بين القيادات السياسية بس دايما ايه الحاجات دي عمراء الناس الاصيلة والدول العربية عندهم ما بينسوش الحاجات دي فدي طبعا على اللونج رنقا والامد الطويل بتبين مين اللي كان وقف جانبي فبوقت الزنقا بيجي يوقف معاك محتاجه في موقف سياسي بعدين هيبقى موجود معاك محتاجه في موقف اقتصادي هيبقى موجود معاك العايز تاخد قرار معين هيبقى موجود معاك لان انت وقفت معاك ده بيوتد العلاقات ما بينك وبين الدول دي بيخلي كمان فيه ثقة بيسمعوا لمصر بياخدوا نصيحة مصر لان مصر هي كبيرة ومصر اللي هي بتساند وفي النهاية طبعا لما بيكون ليك وجهة نظر هي بتراي المصالح بتاعت الجميع طبعا مش مصلحتك انت الشخصية لا احنا ببص مصالحنا الشخصية بتيجي بعدين لكن مصلحت الجميع ده اهم حاجة يعني الدول العربية وانا شايف مصر بتلعب دور هام مهم او انها تجمع كل الدول العربية مع بعض عايزين نقف وقفة جامدة لان العالم كله دلوقتي محتاج التكتلات دي احنا محتاجين التكتل العربية يرجع زي الاول مصر اعتقد بتلعب الدور ده كويس اوي دلوقتي في الحتة دي فبدأت ترجع دورها القيادة والريادي كمان ما تنساش ان عشان الجيش بتاعك قوي فبرده بيعتبره مصر هي الحامية بالنسبة لهم سبحان الله نعمة كبيرة طبعا نعمة ما يحسش بها غير اللي بيفتقدها اللي مش موجودة عنده هو ده اللي بيحس بها فالحمد لله موجودة عندنا ما انت كمان بيدي لك ايه بيدي لك ثقة في القيادة بتاعتك بيدي لك ثقة في الجيش بتاعك بتاخد قراراتك زي ما انت عاوز الناس المحتاجة بنروح نساعدهم بنقف جنبهم يعني شغال مدني وعسكري فيه تقول انت بتشتغل اقتصادي بتشتغل سياسي بتشتغل اجتماعي بتشتغل عسكري فاخر بالك لا مصر دلوقتي دلوقتي دول غير الاول خالص فبتشتغل على كل الاصعيدة يعني